هس نحكي عن انواع ثانية من الكاميرات وشكلها شوي مختلف ومبدأها شوي مختلف عمركم شفتوا الكاميرا الكثير صغيرة اللي بكونوا معلقينها الرياضيين خصوصا هاي الكاميرات نسميها كاميرات اكشن هدفها الاول والرئيسي تصوير الفيديو والحركة والموفمينت تعون الرياضيين او الالعاب الخطيرة في شركتين مشهورات في تصنيع هاي الكاميرات شركة جو برو ونشهر عليها زي موضوع الاسبرين دوالصداع انو بدي كاميرا جو برو اللي هي كاميرا اكشن وفي شركة ثانية جديدة طلعت منافس الهم اللي هي شركة انستا 360 هيك اسم الشركة فعندهم كاميرات اكشن خرافية جربتهم شخصي وفي منهم هاي الكاميرات الاكشن نزل كاميرات 360 اللي هي 360 درجة ايش يعني هاي الكاميرا تكبز فيديو بتصور كل اشي حوليها من فوق وتحت ويمين ويسار ووراها وقدامها لما تيجي تمنتج بتصير تختار الزاوية اللي بدك ياها بعدين بتحرك الفريم فوق وتحت او يمين ويسار بالمونتاج فهي تصف عليك كمصور بس تكبز كبزة الريكورد وترفع الكاميرا وهي بتلتقط كل اشي موجود حوليها فهاي كمان مفيدة جدا لمصورين الرياضة خصوصا فخلص هيك بطل يهمه زاوية الكاميرا بده تكون لليمين لليسار وفوق وتحت بشغل ل360 بتصور كل اشي بعدين بمنتج بالفيديو وبطلع الزاوية اللي بده اياها نوع ثاني من الكاميرات الغريبة كمان اللي لازم نحكي عنه كثير احنا في الاردن ممنوع نستخدمه الا بتصريح خاصة اشياء من الجيش او اشياء عسكري والامن لكن بقدر انصحكم لخارج الاردن ما في غير شركة واحدة بتصنع لدرون بافضل جودة اللي هي شركة دي جي اي شركة دي جي اي هي نفسها اللي بتصنع مانعات اهتزاز الكاميرا اللي منهم الدي جي اي رونين هذا جدا مشهور والدي جي اي اوزمو موبايل اللي هي كمان مانع اهتزاز للتليفون مش للكاميرات الاحترافية فهذول الكاميرتين كاميرات الاكشن والدرون اتوقع هاي اشياء اضافية ممكن انت تستخدمها كمصور فوتوغرافي احترافي لانه كاميرات الاكشن ممكن انت تستخدمها خلال تصويرك ما وراء الكوليس مثلا والدرون بساعد في التصوير وانت طالع اذا انت عم بتصور مكان خارجي ممكن يوخص شتات صور فوتوغرافية لمناظر خارجية مستحيل انت توصلها بايدك الطبيعية شكرا